أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابة الطيبين الطاهرين أفضل صلاة وأتم تسلم من وسائل تزكية الأنفس محاسبة النفس أن يحاسب كل واحد منا نفسه لينظر في رصيده من الخير والشر قال سبحانه جل في علاه في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ قال ابن القيم رضي الله عنه هذه الآية فيها دليل على وجوب محاسبة النفس أن يحاسب كل واحد منا نفسه في كل يوم في كل شهر في كل سنة أن يجلس مع نفسه وينظر إلى رصيده من الحسنات والسيئات ينظر إلى رصيده من الخير والشر قد قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان الكيس المؤمن العاقل الفطن النبيه هو الذي يحاسب نفسه وينظر إلى رصيده وينظر إلى حاله ما قدم بحيث لو جاءه ملك الموت وجاءت ساعته ليغادر هذه الدنيا التي يعلم حقيقة المؤمن يعلم حقيقة أن هذه الدنيا دار عبور وممر لا دار بقاء ومستقر وأننا راحلون عنها وأننا في هذه الدنيا في سفر وأن الراحة الحقيقية إنما تطلب بعد انتهاء السفر لما سئل الإمام أحمد متى يجد المؤمن طعم الراحة قال مع أول قدم يضعها في الجنة فمحاسبة الإنسان لنفسه ينظر في رصيده ما قدم من خير وما قدم من شر حتى لا يأتي يوم القيامة يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ذلك كانت محاسبة النفس حتى لا يجمع الإنسان رصيد وثروة كبيرة من الحسنات ثم يعطيها لغيره انظر حاسب نفسك هل حقوق الله سبحانه وتعالى هل أديتها وهل حقوق العباد وفيتها فإن كان كذلك فأنت في خير فاستمر في هذه الطريق وإن كان غير ذلك فقد خسرت خسرانا مبينة النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في الحديث يبين لنا حال هذا الذي يجمع ثروة كبيرة من الحسنات ثم يكون مآلها لغيره فلما سأل صحابته قال أتدرون من المفلس من أمتي قالوا يا رسول الله المفلس من لا متى عنده ولا درهم فقال عليه الصلاة والسلام المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وزكاة يأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيأتي هذا فيأخذ من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا لم يبق منها شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والله إنه هذا هو الإفلاس الحقيقي وهذا هو الخسران المبين أعادنا الله وإياكم أعادنا الله وإياكم من الخسران وأسأله سبحانه جل في علاه أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على طاعته ومحبته وفي الآخرة في جنته ومستقر رحمته بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله